جلاتي مشاهدين نروح لموجز الأهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث إطراز حيث وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزينها كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة مراحل تطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول الطريق أكدت مصر أن مؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية كعدة ثمانية ينعقد في ظل الظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي أشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأ على القارة الإفريقية وأوضح مدبولي أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا مشيرا إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر كوب 27 لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الأثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الإفريقية دعت مصر جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد وأعربت وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل الليبي لبي توفقية على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وصرح المتحدث باسم مجلس النواب أن اللقاء بحث تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة وخاصة على مستوى المسار الدستوري والسبول الوصول إلى تحقيق توافق الليبي الليبي ينهي المرحلة الراهنة ويحقق الاستقرار أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلوس إلى 23 حالة وفاة و140 إصابة واضفت الوزارة في بيان أن 83 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيه مراعية الطبية اللازمة وكانت وزارة الصحة الليبية قد دعت إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلوس وعدت الحكومة الفرنسية بمواصلة ضبط أسعار الطاقة وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أنه يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا مشددا على أن حكومتها ستخفف الزيادات وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد في أسواق الجملة ومنذ الخريف فرضت الحكومة تجميدا لأسعار الغاز وصقفا لزيادة أسعار الكهرباء يتمثل في أربعة في المئة وأكدت بورن أنه بمجرد انتهاء مهلة صقف التعريفات الجمركية في نهاية العام الجاري ستحتفظ فرنسا بأدوات لتخفيف أسعار الطاقة لافت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر نهاية مجزة ثمينة نعود الاستكمال باقي فقراء صباح خير يا مصر بعد الفاصل